بداية من الصياد إلى الخراسة ومن الراعي إلى الرفيق والصديق بالنسبة لبعض هذه السلالات كان الحجم لاعباً مهماً في البحث عن الكمال والإثارة في الكلاب سواء كان الهدف هو استياد الحيوانات الكبيرة والسريعة أو خراسة منزل مع قليل من الترهيب أو أن تكون الأحجام الكبيرة قادرة على العيش في الأماكن الباردة ذات درجات الحرارة المنخفلة أضخم عشر سلالات كلاب في العالم كلاب الدرواز كلاب الدرواز الفرنسية هي الأكبر في الحجم من جميع الكلاب هي حلم لكل مربي محب لطربية الكلاب العملاقة التي تتميز بكبر الحجم كلاب الدرواز الفرنسية يبلغ ارتفاعه 90 سنتمتراً ويبلغ متوسط الوزن 81.5 إلى 93.5 كيلوغرام وهذا الحجم الكبير عامل أساسي ومهم في بعاد اللصوص وقد بلغ أكبر وزن لكلب الدرواز الفرنسي وسجل رقماً غير مسبوق حيث وصل إلى 139 كيلوغرام لكن على الرغم من حجم هذا الكلب الكبير الضخم إلا أنه في الواقع معروف بأنه سلالة مطيعة كلب الراعي القوقازي يعرف باسم الكوكجين والتي تعني القوقاز باللغة الإنجليزية موطنه الأصلي هو روسيا وأرمينيا ودريبيجان وجورجيا ومناطق شمال القوقاز عموماً يعرف كلب الراعي القوقازي بضخامته وبشكله المخيف حيث يشبه الأسود في الحجم وفي الشكل يصل طول الضكور منها لـ 75 سنتمتراً والإناث لـ 70 سنتمتراً كلب نيوفاوند لند موطنه الأصلي كندا ويشبه كلاب الراعي القوقازي لحد ما يصل وزن بعض هذه الكلاب لـ 90 كيلوغراماً وتشتهر بالذكاء وبالقدرة على السباحة لذلك تستخدم في عمليات الإنقاذ في بعض الدول لكن الغرض الرئيسي الذي تستخدم فيه هذه الكلاب هو الصيد الكلب الدنماركي يعرف باسم غريت دان والذي يعني الدنماركي العظيم استخدم الكلب الدنماركي في الصيد وفي الخراسة ويقتنيه البعض في منازلهم ويعرف بالوفاء لصاحبه وبالشراسة عندما يتعلق الأمر بخراسة الممتلكات يظهر الكلب الدنماركي في مسلسل الكرتون الشهير سكوبيدو وهو أحد أنواع الكلاب التي تتميز بالطول وبقوة البنية الجسدية يصل طول هذه النوعية من الكلاب لتسعين سنتمترا أحيانا ويحمل كلب يدعى زيوس من هذه النوعية الرقم القياسي في الطول حيث بلغ طوله مئة واثنى عشر سنتمترا الراغي الأناظولي يعرف بأنه أحد أقوى أنواع كلاب الخراسة موطن كلب الراغي الأناظولي الأصلي هو تركيا ويستخدم في الصيد وفي خراسة البيوت والمزارع يتسم كلب الراغي الأناظولي بطول القائمتين الأماميتين ويصل وزنه لثمانية وستين كيلوغراما كلب الكنغال الكنغال هو كلب آخر من تركيا تعود أصول كلاب الكنغال إلى أسيا الوسطى حيث جلبه التجار والصيادين من أفغانستان وإسباكستان وتاجاكستان وكذلك كازاخستان يشتهر كلب الكنغال بقوة البنية الجسدية ويتم استخدامه في خراسة الماشية حجم كلب الكنغال يمكنه من الدفاع عن القطيع التي يحميها من القطة الكبيرة والذئاب وغيرها من المفترسات بولي كوتا موطنه الأصلي هو شبه الجزيرة الهندية ويعني اسمه باللغة الهندية القديمة الكلب المجعد يشتهر بضخامته وبقوته الشديدة وكان يستخدم ككلب قتال ويربيه الناس بكثرة في الهند وفي باكستان ألوان البولي كوتا الشائعة هي الأبيض والبني الفاتح والأسود وهو أحد أخطر أنواع الكلاب للطربية المنزلية خيث يعتبر كلبا متقلب المزاج وتصعب السيطرة عليه وتوقع ردود فعله سلالة كلاب إيطالية تشتهر بضخامة الحجم وبالقدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية موطن كلاب سانت بيرنرد الأصلي هو جبال الألب السويسرية والإيطالية واطلق على الكلب اسم سانت بيرنرد تيمنا بالقديس بيرنرد الذي كان يستخدم هذه الكلاب في إنقاذ العالقين في الجبال يسل وزن الذكور منه لاثنان وثمانين كيلوغرام والإناث لأربعة وستين كيلوغرام الدرواس التبتي يعتبر الدرواس التبتي أكبر أنواع الكلاب على الإطلاق وواحد من أقدم الكلاب فياسيا يسل وزنه لخمسة وسبعين كيلوغرام ويسل طوله لثلاثة وثمانين سنتمترا يعتبر هذا الكلب من السلالات العريقة وهو سلالة قديمة للغاية وتوجد منه عدة أنواع نشأ كلب الدرواس التبتي في هضبة التبت في الصين ويعيش أيضا في بعض المناطق في الهند ونيبال ويشتهر الكلب بلونه البني المائل للبرتقالية وتوجد منه أنواع سوداء اللون تغطي جسد الكلب طبقة سميكة من الفرو تمكنه من التأقلم مع أبرد درجات الحرارة يستخدم في الصيد وفي حراسة الممتلكات ويمكنه حجمه الكبير وبنيته العضلية القوية من القضاء على الفهود والذئاب بسهولة تهمة ترجمة نانسي قنقر